اشتركوا في القناة ايجان علمية تربوية تعليمية القصد منها طريقة ايصال المعلومة بسهولة ويسر مع تقريبها الى الطالب العلم والدارس خرجوا فيها خرجت منها اربع مجموعات كل مجموعة منها عبارة عن سبعة اجزاء المجموعة الواحد عبارة عن مستوى فهي تغطي اربع مستويات يعني دراسة لاربعة فصول او سنتين وهي طريقة الدبلوم للدراسات الشرعية الدبلوم عبارة عن دراسة عن سنتين كل سنة فيها فصلين هذه هي هذا الفصل الاول وهذا الفصل الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهي عبارة عن علوم متكامل للشريعة تعطى هذا المستوى الاول فيه سبعة اجزاء الجزء الاول والعلوم الشرعية كلها فيه من لغة من لغة عربية وحديث وتربية وعقيدة وسيرة وتفسير وفقه كلها موجودة لكن هذا المستوى الاول شي يكتبون لك على المستوى الاول هذا المستوى الاول ايش يفعلون يا حسان طبعا هذا كتاب اولا من اصدارات مجموعة الزاد والمراد بها انها تكون تسهيلا للعلم لطالبيه طرى حتى طالب العلم المتوسط يحتاجه وللحمد لله الحمد نفع الله بهذا الاصدار نفع كبير والعرفنا انه عتميرت في بعض المعاهد والكليات واماكن الدراسة في بعض الدول العربية وبعضهم ما زالوا يراسلوا محاولة الاستفادة منها والاخوة الذين درسوا في الاكاديمية هذا من مناهجها طبعا عندهم يثنون على الاستفادة الكبيرة اللي استفادوا منها مثال هذا مثال مثلا كتاب العربية ايش طبعا هنا في المؤخرة في الظهر يذكر لك خلاصة من مبوعة خلاصة هذه اربعة خمسة اسطر خلاصة ما في الكتاب سيذكرونها هنا هنا في الداخل عبارة عن تفقير لكل الكتاب وكل الكتاب بهذه الطريقة وهذه الشاكلة عبارة عن خرائط ذهنية انا والله اتمنى افرها لكم كامل لكن ان شاء الله انه يطلب معاي شيء لاحظوا معي الخرائط الذهنية وكل مارهم يعني يتفننون انا اظن ان عندهم واحد مصمم خاص قاعد لهم طول اليوم الا بس يتفنن شوف الخرائط الذهنية وما فيها من الاساليب الجريدة والتدريبات والتمرين يعني منهج دراسي كان طبعا هي طريقتها طريقة بالطريقة يذكر لك الدرس ما هو الدرس المطلوب الاعراب والبناء يذكر لك القاعدة الذي فيه الامثلة يفقروا لك على طريقة الخرائط الذهنية هذه وبعد ذلك يأتون لك بعد ما ينتهون من الدرس وشرحه بأسلوب سهل جدا ويحاولون يركزون على الامثلة من الكتاب والسنة بالامثلة هذا شوف النحو الآن بعد ذلك يجعلون يقوم يعتيك بالخلاصة هذه الخلاصة ثم النشاط كل الدروس يأتون عقبها بأنشطة لا يجعل الدلالة على استيعابك للدرس أو لا حتى تراجع مرة أخرى في نهاية كل كتاب يأتون لاحظ معين يذكروا لك المراجع التي اعتمدوا عليها في هذه الدروس المشروع هذه المراجع هنا ثم يذكروا لها بهذه الطريقة لاحظ هذا عبارة عن إيش يا حسان عبارة عن المستويات فيهرس المحاضرات والساعات لكل درس منها لاحظ هذا يقول لك هذا الدرس التاسع شو هذا الدرس هذا المحتويات كامل وهذا عدد الساعات اللي يقضيها الطالب في دراسة هذه المقررات هذا عندك اللغة هذا المستوى الأول هذا اللغة وهذا الحديث الحديث عبارة عن مجموعة من الحديث النبوية شرعوها بهذه الطريقة كاملة أيضا وهذا الله سلمك عبارة عن التربية الإسلامية كما ترى المستوى الأول التربية تتعلق بالحقوق كل ما في الحقوق حق الله وحق الرسولي وحق الصحابة وحق الوالدين وحق الجار وكذا يعني الحقوق بطريقة جدا رائعة سهلة ومتميزة جدا وكذلك هذا الخلاصة هنا عندنا لاحظ معي هذا مثلا هذه عدد الساعات التي يحتاجها في كل حق يعني كل درس من الدروس طريقة إبداعية كل كتاب طريقته تختلف في رسماته وطريق التوضيحي عن الكتب الأخرى هذا ما زالنا في المستوى الأول هذا في العقيدة المستوى الأول لها ويبدأوا في بداية العقيدة هميتها ونحو ذلك أصولها مصادرة هذه السيرة النبوية ومستوى الأول منها وهذا مليء بالصور عدل حيال جميلة جدا في هذه الشمالة الغزوات ورسم الغزوات ونحو ذلك هذا مثالها مثال توضيحي لها والكتاب معك بهذه الطريقة هذا أيضا ما يتعلق بالتفسير بدأوا أول شيء بأصول التفسير وقواعده ثم بدأوا يفسر الفاتعة ثم بدأوا في باقي الآية يختارون من جزء عمى حتى وصلوا في المستوى الأخير إلى سورة الانشراح إلى آخر كتاب إلى آخر سورة النسك فسروه كاملا هذا ما يتعلق بالفقه لاحظ المستوى الأول بدايات الفقه ما يتعلق بالطهار ونحوها ويذكروا لك في أول كتاب مثلا هذه خريطة يقول لك كتاب الطهارة سنتون معك الموضوعات هذه الموضوعات هنا ويبطيك درس 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 لتكلها تشرح والجميل أنه يأتوا لك بالصور مثلا دخول الخلاق قضاء الحاجة هذا صور مثلا الكرسي الفرنجي وفي الكرسي العربي وماذا تفعل والتيمم يأتوا لك والأوراق المناديل يأتوا لك يفتستعمل ويعني والأحكام الشرعية المتعلقة بها ويخرجون تمام من الخلاف لا يذكرونه ويكفيهم ذكر الحكم الشرعي والدليل عليه وتجنبون الخلاف ويأتون غالبا القول الراجع وعندك المراجع اللي أخذوا منها ويستقوا منها هذا المستوى الثاني نفس الفكرة أبدأ الفقه طبعا تتمت الصلاة ثم دخلوا في الزكاة نفس الفكرة كمان يتولى وهذا أيضا التربية الإسلامية وهذا الثاني منه يتعلق بأعمال القلوب الأول كان في الحقوق هذا في أعمال القلوب هذا ما يتعلق بالحديث أخذوا جملة من الحديث وشرحوها وطريقتهم هذا يذكر لك الحديث الحديث التاسع يذكر الحديث يذكر راوي الحديث يذكر شرح المفردات ثم يأتي بهذه الطريقة والله يا حسن دلع التدريس هذا يعني الطريقة هذه أقرب يعني طرحها فيها نوع تسلية وجمال طرحوا سهولة طرح وأخاذ يعني ما تمل يعني إن ملت نفسك ما يمل البصر من النظر فيها والتتبع والله يلا تصرحها اللي قائمين على المناهج يستفيدون مثل هذا المناهج إنه فيها تدقيق علمي عالي جدا فيها حسن استدلال فيها الوقوف عند كلام أهل العلم والرجوع إلى فتاواهم ونحو ذلك وربطها بكثير من مما يميز هذه المجموعة ربطها بكثير من قضايا الواقع هذا الحديث هذا سلامك الله العقيدة أي تتم لأبواب الاعتقاد وفيه هنا مثلا أركان الإسلام وهنا أو أصول الإيمان هذا سلامك الله ما يتعلق بالتفسير أيضا قلتوا لك ينتخبوا صور يأتوا لك إلى مقاطع من الصور مثلا صورتك التكوير ينتخبون صورة عمّة ويفسرونها هذا الجزء الثاني من اللغة العربية وهما أيضا مواضيع وأبواب منها يعني مثلا النواسخ والجمع السمية هذا السيارة النبوية السيارة النبوية هذا الشمائل هذا كله يتعلق بالشمائل الجزء الثاني أو المستوى الثاني يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الآداب المذكورة طبعا نذكوره الشمائل السلم وكيف يمكن أن تتخلق مثل هذه الأخلاق من شماله صلى الله عليه وسلم هذا سلمك الله عندنا المستوى الثالث الآن المستوى الثالث أيضا انتقال فيه كل العلوم الشرعية هذا المستوى الثالث السيارة النبوية تتعلق بالتعاملات النبوية له صلى الله عليه وسلم وهو مختصا من كتاب كيف عملهم كان هو الأصل ثم اختصروا منه أشياء كثيرة من معاملاته صلى الله عليه وسلم هذا اللغة العربية المستوى الثالث كذلك وفيه تتمت أبواب النحو المستوى الثالث من التربية الإسلامية تعلق بالآداب الشرعية طبعا آداب مفلح كان حاضنا بقوة في هذا الباب وهو يربط له بكثير من الأشياء اللي معاصرة اليوم ويوازن بين الآداب المستحدثة لمستوردة مما يسمى بالبرستيج ونحوها وقالت بالآداب الشرعية هذا سلمك الله التفسير وهو عبارة عن صور منتقى من جزع عمى وتفسيرها وهذا الحديث أيضا عبارة عن حديث منتقى وبيان معانية هذه تتم لأبواب الاعتقاد وصول الإيمان وتتم ما فيها من الأمور الاعتقاد لاحظ معي مثلا حتى هذه القضايا يأتلك بالصور مثلا مثلا مثلة النهي عن الصلاة إلى القبور يأتلك بصور يعني للأسف موجودة عن الذبح عند القبور بصور ويذكروا ما فيه ونحو ذلك هذا الفقه وهو الثالث يتعلق بما بقي من أبواب العبادات ويدخلون في المعاملات وفقهم الله هذا الثالث المستوى الرابع تتمه هذا المستوى الرابع هذا العقيدة تتم لأبواب الاعتقاد كاملة يكون شامل بإذن الله كامل إلى آخر الأبواب وهذا سلمك الله بالتربية الاسلامية هذا الرابع تعلق بأمراض القلوب مثل الكبر والحسد والبغضة والشحناء ونحو ذلك مما يتعلق بها وهو كتاب ماذا الحقيقة هذا كتاب الحديث أيضا فيه مجموعة من الحديث عن السلام مملكة العلماء في الصحيحين غالبا وهذا سلمك الله في اللغة العربية المستوى الرابع وهو تتمت أبواب النحو الباقية وهذا الفقه تتمت أبواب الفقه مما وقفوا عليه يعني جملة من أبواب المعاملات خاصة أبواب الربا والحقيقة أبواب الربا أعجبني جدا قراته بالكامل جدا ممتاز الآن ما توحل بتدريس بعض المبتدين أو متوسطين أو حتى الأسرة في البيت مثل هذه الكتابات ها يصلح هذا من الكتب ليصلح أن تكون في الأسرة وفي مكتبة البيت والأسرة حتى يرجع سهل جدا الكلام فيها السيرة النبوية هذا الرابع مواقف نوع سلم وأحواله صلى الله عليه وسلم في كاما سيرته التفسير المستوى الرابع منه أيضا من صورة الانشراح إلى صورة الناس تفسير كامل لهذا الجذب الكامل وفقهم الله ويشكرون على كل ما بدلوا فيه كل ما بدلوا فيه هذا الشكل الجديد للفهرس المحاضرات يعني الصورة الفلانية كذا المحاضرات شوف الفهرس الجديد هذا هذا طريقة جديدة شوف هذا عندنا مثلا المحتويات وطريقة كتابة الفهرس طريقة جديدة للفهرس الحسن الله يزاهم خير ووفقهم الله وبرك فيه طبعا حسنا نشيد أنه هذه خطوة علمية ممتادة متميزة كانت حاضرة بمعرض الكتاب وهي أترى حاضرة صحيح أنا أبين لك شيء في الأول في المقدمة لو قال أحد من فين نطلبها ها شوف المقدمة هذه في أول صفحة عندهم هذا وضع لك عرض من الباركودات الباركود هذا الأول هو للحصول على الكتب ورقيا البركود الثاني للحصول على الكتب صوتيا والثالث للحصول عليها كترونيا هذه كلها موجودة في الصفحة الأولى لصفحة العنوان المعروفة توجد فيها بيانات الكتاب وما وطبعته ومن طبعه ونحو ذلك بارك الله نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال اشتركوا في القناة